بانكيك مقلي مره مقرمش اوه نبتا نضيف تغمل على تسخدام باكينج بودر باكينج وصودا ثم نحت السكر ثم نخلط نخلط نصب زيت ثم نصب رحيب كاكاكاكاك كله شوية موية ثم نخلط طخلط طخلط نخلط طخلط 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 لن يصبح القوام زي كذا نجيب التوست ونحت شوية حليب ونفرده نحجواته نوتيله ونطبعه نحطه في الخليط البانكيك ونقليه نجيبه نمردغه بالسكر والقرفه زي كذا من كل الجهات ونذبحه ثم التقديم واو ثم عوا فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر